خلينا نبتدي مع اللي حصل النهاردة الحكومة الجديدة إيه انتباه حضرتك بالنسبة يعني للتشكيل والدور اللي ممكن تلعبوا الحكومة هو أنا اللي هي رأي في هذا المقام وهو أننا منذ 52 حتى الآن بنفتقد الوزير السياسي ويمكن هذا الاتقاد هو السبب الرئيسي فيما نعاني ويعانيه المواطن المصري وتعانيه الدولة من مشكلات الوزير السياسي يعني الحكومة السياسية لأنه هو السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية الحكومة الحكم المحلي بنظام المحافظين وخلافه الحكومة السياسية بتفترض أن يكون هناك برنامج معلن والتزام أمام البرلمان أو أهم الشعب قبل أن تتولى يعني هي المسألة مش مسألة وزير أو وزارة تأتي جات ليه ثم بعد ذلك بتقدم استقلاتها أو تقال أو خلافه ومشيت ليه لأن من حق الشعب المعلومة سواء بالنسبة للوزارة أو أي شيء لأن حق المواطن هي أن يكون على بيينة وعلى علم كامل وتام بأي معلومة بتهم المواطن المصري تمام ففكرة الوزير السياسي أو الوزارة السياسية ليس ذلك تقليلا من شأن التنقراط والخبراء لأن الخبير هو الذي يعاون بالنسبة للوزير السياسي أو الحكومة السياسية بتبقى فيه سياسة عامة للحكومة ثم بعد ذلك الوزراء كل في وزارته بيونف السياسة عامة للحكومة إنما ما نعانيه الآن أننا أمام وزارات كل وزارة جزر منفصل عن الأخر التعليم منفصل عن الصحة منفصل عن الصناعة الاستثمار دي مسألة في غاية الخطر والقطورة وأعتقد لكن هل المطلوب في التوقيت ده يكون فيه حكومة سياسية أو محسوبة على طائرات أو أحزاب بعينها خاصة واحدة أخينا على البرلمان لا أنا بيتكلم على الحكومة الحالية أنا بيتكلم بوجه عام بوجه عام أننا سرنا في هذا المصار من 52 حتى الآن في أننا افتقدنا ولم نكن أمام الحكومة السياسية أو الوزير السياسي ترجمة نانسي قنقر